طيب سؤال جاوب عليه وده لازم اجاوب عليه لانه ده مصيبة حصلت الليلة وده حدث الساعة والساحة كما يقال في القرية هنا او في المنطقة هنا في العزيبة جينا نتكلم في بعض المساجد انا اصلا دعوني اهل القرية والله اهل القرية حلفوا عليه بيا الله لما اتكلمت الجمعة الفاتحة عن التوحيد تعقيد بعد الجمعة حلفوا عليها الليلة يمتاجين الجمعة دي او تحدد لنا يوم حددت لهم الجمعة ناس افاضل نحسبهم جزاهم الله خير وعمنا هنا فتح لنا بيته نحسب رجل فاضل ولا يزكع الله حد والله حسيبهم فهل القرية كلهم جزاهم الله خير في نفرين من جماعة انصار السنة المحمدية قالوا لا جيت الليلة بناء على طلب اهل القرية الليلة ما تتكلم في شنو انا جيت اتكلم عن التوحيد ونفس الكتب دي له كنت شايلة بالمناسبة الشنطة دي جيب ناسا رسلنا ذول للخرطوم من الخرطوم جابوا يا ده موضوع براوة لكن اصلا جيت اتكلم عن التلاتة كتب بتاعت الصوفية دي والمرة فاتت اتكلمت برضو عن التوحيد وعن الشرك وعن الصوفية وكذا بناء علي الناس قال لي تجي فديل قالوا ما فيه عملوا اجتماع ظنه وقالوا امارة وما بعرفوا شنو والذول ده بره انصار سنة والذول ده بشتي منصار السنة احنا ما اقلت هنا على بهم ولا هنا على الحبابتهم ولا اقلت هنا على القبيلتهم انا اقلت النازل اخطوا وضلوا ليه مش كلهم في ناس ما عارفين الحقيقة دي اللي بنعذرهم والله لكن زول عارف الحقيقة والضلال بتاعهم ومصير على الضلال ده ضال تعيينا لكن زول ما عارف ده بنعذرهم ليه في شنو المشكلة شنو المشكلة كتيرة الشمطة دي ما لانا مشاكل ما ده رفتها ذاته بس بذكر لك نقطة واحدة فهي تكفي وتشفي لمن اراد الدواء والشفاء واحدة بس نحنا تكلمنا عن مناسع الصوفية مش ده طيب واي كلمة بقول بوسيغة بتقبلوها جماعة ولا اخلي الكلام ده ها تقبلوه جزاكم الله خير ودي المحرية فيكم طيب وانا ما بقول كلمة الا بوسيغة والكلام ده مربوط مع شنو جماعة مع عقايد التصوف الشركية الباطلة الكفرية التي تدعو الى عبادة غير الله سبحانه وتعالى طيب دي مجلة الاستجابة اهن دي لا مصورة دي المجلة ذات اشتريتها بثلاثة جنيه سعيره ثلاثة جنيه ناو مذكر وكذاك دفعت فيها والله واحد جاب ليه لكن مكتوب الثمن ثلاثة جنيهات المجلة ذي الاستجابة مجلة شهرية تصدرها جماعة انصار السنة المحمدية بالسودان العدد التاسع السنة واحد وتلاتين زلقايدة الف واربعمائة خمسة وتلاتين هجرية المجلة ذي في اخر صفحة وهي حق تنصار السنة في اخر في صفحة قبل الاخيرة عندهم مؤتمر عمله داخل مباني المركز العام وقال لك من كلام واي زول دار اتأكد اتأكد قال المكان مؤتمر قال وحدة الصفة الاسلامي تحت شعار واعتصم وحب لله جميعا ولا تفرر طيب المكان قال مباني المركز العام للجماعة الخرطوم السجانة الزمان السمي من طارز القيدة الف واربعمائة خمسة وتلاتين الموافق آآ تلاتاشر تسعة الفين واربعتاشر ميلادية الرئيس العام للجماعة يقدم مشروعا عمليا لوحدة الصفة الاسلامي دا المؤتمر اها المؤتمر دا فيشنو جوه جوه المركز العام جوه فيشنو قال يذكر ان المؤتمر حضره قادة العمل الاسلامي منهم ديل وممثلين للطرق الصوفية هن دا الكلام جوه المركز العام مؤتمر يدعو للصوفية البن حارف فيهم ديل داتهم البقوله تعبد غير الله وتخلي الله ديل قادين جوه مباني المركز العام وحاضرين المؤتمر وقدهم كلمات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والهم ما بيخير ودهك يتكلم وهكا له طحنية واظنه زلابية وتخارجوا ديل هم زاتهم البنشور الشرب دا كلامي انا انا نبستهم او دي المجلة هدي اناس قال يذكر ان المؤتمر حضره قادة العمل الاسلامي وممثلين للطرق الصوفية ديل انا بحاربهم ولا بدعوهم يجوا مؤتمر ويجيبوا عنهم انا بدعوهم ولا برد عليهم ديل انا بخليهم بجيبهم ولا برد عليهم قالوا مسلين للطرق الصوفية والحركة الاسلامية وهي اشؤون الانصار ويدعو لما السودان ومجمع الفغة الاسلامي ومنظم الزنورين والمنتدى الاسلامي ديل كمان تكفرين سرورية داير وسائق في شنطة اكبر من دي برضو مكتوب فيها السرورية نجيبهم نبطعهم هنا عرفتها طيب قال وجماهير انصار السنة هذا الكرم شيخ الطريقة السمانية يعني نحن كأنه بننفق في جربة مشارطة من حارب في الصوفية ديل بيهنة بيكرموا فيهم صوفي يا سلام نحبك في الله خوش تعال يكرموا تكريم على نشره للشرك يكرموا عشان قاعدوا نشر الشرك ولا الصوفية بينشروا اجنوا الكلام القرين هذا شرك ولا ما شرك شرك اديك واحدة هسا كمان عشان تزداد يقين زيادة ان شغل الصوفية دا شرك عديل صفحة خمسمية خمسة وتلاتين خمسمية ستة وتلاتين من كتابة طبقات الكبرى للشعراني لعبدالوهاب الشعراني المدح البرعي في قصدة مصر المؤمنة وقال السيد الشعراني الناشر لعلم الله دا علم الله عند الصوفية قال ومنهم الشيخ محمد الحضري رضي الله تعالى عنه وأخبرنا الشيخ الابو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة قالوا لمحمد الحضري دا اخطب لنا الجمعة فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليسه عليه الصلاة والسلام أو دا طبقات الكبرى للشعراني كتابة طبقات الكبرى للشعراني يباع في الدارة السودانية للكتب وغيرها قال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام فقال الناس كفر أي كافر فسل السيف ونزل فهرب الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر إلى أزان العصر وما تجرى أحد إلى أن يدخل الجامع عليك الله كرامة أسألكم بالله دول كافر يقول إبليس إلهنا وربنا دا مثل هذا يكرم وين داخل المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان قال جريدة آخر لحظة هو دي الأحد خمسطاشر اتنين ألفين وخمسطاشر عرفتها؟ ألفين وخمسطاشر الصفحة الأولى قال لا الصفحة رغم ثلاثة بعنوان أخبار آخر لحظة قال كرم الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان بحضور النائب الأول لرئاسة الجمهورية المهم كرم مرشد الطريقة السمانية بالسودان الشيخ الدكتور الطيب الشيخ الفاتح قريب الله الصوب ذاته كرمه ما مصدق قال قال وذلك خلال احتفال الجماعة أمس بتوزيع خمسين ألف مصحف والمصحف ذاته بحارب منه؟ ما بحارب شيخ السمانية؟ المصحف دا من الغلاف للغلاف هو ضد شيخ السمانية ولماذا يهو؟ يهو زاته؟ شخ السمانية قال اعبدوا غير الله والمصحف دا جد العبادة لله شاكد ابن القيم قال القرآن كله توحيد والصفية بتنشر الشريك فالقرآن دا كله من الغلاف للغلاف المصحف دا كله بحارب شغلة الصفية دي يا ناس بحارب أول نداء في القرآن حسب ترتيب المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربك وده قال وأشهد أن لا إله لكم إلا منه ربكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات قال لسا الكلام خمسين ألف مصحف قال مقدم من الملك الرحيل عبدالله بن عبدالعزيز السعود والله يا عبدالله لو عارفكم بيسوهوا كده ما يديكم ولا مصحف واحد قال رحيمه الله قال وقال الشيخ قريب الله في تصريح خاص لآخر لحظة طبعا زادته الجماعة بتاعين وهمات خاص قال لآخر لحظة إن تكريمه حاجة جميلة جدا الصوفي ببتخر لأنه أنصار السنة بعد ما كانوا نجاب من زمن الشيخ محمد حسن عبدالقادر رحمه الله وغير من المشيخة نحسبهم على السنة كان بنشر التوحيد بحرب صوفية حرب شعواء بل كتاب والسنة نساء ربنا يتقبل منهم الصوفي بعد ما كان بحربه بيقى يكرم يكرم بشركه ودعوته للضلال ودعوته للكفر والإلحاد يكرم وده شيخ الطريقة يقول له ما زل تابع ساكت نفاهمية حاجة يكرم وين داخل مباني المركز العام الليلة أنا جاي أقول الله واحد والبرع ما الله داخل المسجد أمنع بالله دي ما معادلة صعبة يكرم قال لك شيخ الطريقة ذاته الوقت داك اتمحن قال شنو تصريح خاص قال لك لآخر لحظة سجلات تبعني يعجبوك قال إن تكريمه حاجة جميلة جدا يعني أحلى من البصل ولا كيف يعني قال حاجة جميلة جدا ويدل على وحدة الصف بين الصوفي وأنصار السنة أهاي معنا غلطان أسألكم بالله أنا غلطان ولا جبت حاجة من راسي شنطة ملانة والله الشنطة دي كلها بلاوي والله أفروشة هنا أسبوع نتكلم فيها سبع يوم متصلة نصلي ونجي نصلي ونجي نصلي ونجي أنا أخترت لك حاجة واحدة نقطة واحدة في مليون نقطة قاعدة هنا جوه هنا طيب قال إن تكريمه حاجة جميلة جدا ويدل على وحدة الصف بين الصوفية وأنصار السنة لو في ذول أنصار السنة قاعدت هنا انت رايك شنو مزمي لذول الكعب وبينبز وبشتم وقال للأدب جزاكم الله خير انت رايك شنو في تكريم جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان رايك شنو في الكلام مسؤال تكرم أهل الشر في شنو هل دي الدعوة هل دي الدعوة الجبيهة النبي عليه الصلاة والسلام هل دي الدعوة الحملاء الصحابة التابعين التابعين الأم الأربع ابن تيم ابن القيم هل دي الدعوة الجبيهة محمد بن عبدالوهاب سؤال سؤال واضح جدا هل دي لماذا ألف محمد عبدالوهاب كتاب التوحيد ردا على الصوفية لماذا ألف كشف شبهات في التوحيد ردا على الصوفية الوصول التلاتة ردا على الصوفية القواعد الأربعة ردا على الصوفية ستة مواضع من السيرة ردا على الصوفية نواقض الإسلام العشرة ردا على الصوفية إن تكريمي قال حاجة جميلة جدا ما لقيتنا لقيت البلد خلع قال والله كانت القانج وهناك يا صوفي والذي لا رب سواه كان أنت في صوفك صوفة صوفة بالكتاب والسنة الله أكبر قال إن تكريمي حاجة جميلة جدا آه آه يا صوفي قال ويدل على وحدة الصف بين الصفية وانصار السنة مبينا قال وقت بقى وزير قال مبينا أها مبينا بينا يا صوفي ما بلد ما فيها تمساحك دل في القعون مبينا أنه من وقت طويل يدعو إلى وحدة الصف بين الصفية وانصار السنة والإخوان المسلمين ضد التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية والله أكبر تحدي الصوفية دل في تحدي تاني يا جماعة انت عارف أوباما النصارى واليهود النصارى قالوا عيسى الله وده كفره شري لكن عيسى رسول رسول الصفية قالوا المرغني الله القادرية قالوا القادرية الله جماعة البراي قال البراي ينزل المطر ويده يا أخي جماعة تقول لي في قرى السودان البعيدة تلفون قال ليه والله يا أخي عندنا أسأل قرية مزارعين قال ليه قاموا مشوا لواحد شيخ صوفي بيدعي إنه بنزل المطر قالوا يا أخي الزراعة دي المطر اتأخرت الخريفة اتأخر نزل لنا مطر في الحواشات حقدنا قال قال لهم جيبوا عشر شوالات بتاعت عيش ولا دخوا ما عارف هو زول مالك السماء المطر ما يملك عشر شوالات المهم قالوا جماعة مشوا يجمعوا العشر شوالات ما لقوا طريقة قالوا يا أخنا بدل الشيخ دي شو بشيخ رخيص شوية 50 جنيه 100 جنيه كده مشوا لشيخ صوفي تاني بالحلة قالوا لا والله المطر دي عند زول لك ما عند أنا أها قال ودي أكبر تحدي أكبر تحدي مواجهنا الليلة هو التصوف ما يغشك زول ساكت يكذب عليك طيب قال ضد التحية دياتة التي هي الأمة الإسلامية أها ومن جانبي قال رئيس أنصار السنة إن الجماعة دعته يعني نادته يعني وشرف الاحتفال شوف الكلمة دي خطيرة كيف الاحتفال بيقى شريف بمنوه بأكتر زول وضيع في بلدنا دي وإن لم يكون على وجه الأرض زاده إن لم يكن ذلك ده شرف الاحتفال تعني صار السنة يا سلام الجا شيخ الطريقة السمانية أها قال ده الرئيس العام اللي هو دكتور اسمائيل عثمان مين كده المحي وده محضر دكتوراه في جامعة تظينه الإمام محمد بن سعود ناس الواحد مشي بيقرأ بره تلاتين سنة يجي فاشل أنا ما عارب ذاك زول يمشي يقرأ جامعة المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر هناك بكالاريوس ماجستير ودكتوراه واحدهم يقوموا رفات كمان يجينا هنا يجيب لنا كلام زبالة زي ده ونحن من الصباح ننبح إن الجماعة ده قالوا تدعو غير الله وقالوا إبليس هو الله زاته يكرم؟ زي دين يكرموا؟ ولما نجي نتكلم نحن قليلين أدب؟ وليك دي لأولاد قليلين أدب؟ وقد عقدت الأمانة العامة لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان اجتماعا عاما لحرب هؤلاء الشباب القليلين أدب نحن قليلين أدب؟ نحن قلنا نقول حق حق يا أخي وانت الآن بيقلزة يصوبي واحد تمنع جامعك مسجدك بيطلع موش بيتك انت بيطلع ولا جامعك بيطلع وأن المساجدة لله فلا تدعو مع الله حدا تمنع بيطلع لناس بيقولوا الله واحد بيدعو للتوحيد وتكرم زول يدعو إلى الشرك الصريح الواضح أها بعد ذاك أسماعي الأسماع قال شنو قال وشرف الاحتفال ودرجت الجماعة على دعوتي في المناسبات السابقة ويحضرها باستمرار يعني ذي لا هو المرة لا آخر مرة الله أعلم يحضرها باستمرار وتابعه أيضا يدعونا ونأتي إليه جماعة ظنهم مشوا يحضروا الزكر هزاة الصوب يدعو شنو بيدعو دلبي مشوا هناك طيب ويدعونا ونأتي إليه في مناسبات كثيرة مناسبات كثيرة في سماية يدعو الصوفي يدعو عنصار السنة يجي وقعد يا أخي ربنا قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم نحن برضو قالين الأدب نحن بتكلم بالقرآن والسنة وهسا مش منعوه من جامعه من غيره ومنعوه مش هناك جامع تاني في قرية تانية أدو أخونا بنية في وش وش كله تملأ دم صار السنة نقول لحافظ قرآن أخونا داردوا للتوحيد أدو أبنية في وش وش تملأ دم ما سألناهم الله والله ما سألناهم ولا رفعنا صباعنا عليهم لأنه ده بيطل يا جماعة ونحن دعاة لله ما شرامة ولا هنباتة ولا قطعين طرق ولا عصابة عرفت كلامي وقادرين بفضل الله وحده لا شريك له ندافع عن أنفسنا ضد أي مجرم لكن في مصالح ومفاسد بندعوهم للتوحيد للقرآن للسنة يخل البدع الواقعين في أنصار السنة ولو ده يرديك لسه نزلوا نسوان في الانتخابات أهو دي بإيه صورة النساويين زا تجيبت عليك ها أنت تاني دم شوية نسوان منغبات نزلوهم في انتخابات البرلمان وهنا واحد من كبار أنصار السنة جدا في المركز العام قال يجوز للمرأة يمكن للمرأة السلفية دخول البرلمان أهو ده هنا لغاء معه ودخلت ماريسين وبلغيس أحمد التجاني وترشحت ضمن قائمة المؤتمر الوطني وهي أنصار سنة وفازت في الانتخابات بيجوز 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 وهل ده منهج أنصار السنة يا جماهير أنصار السنة هل ده منهجكم هل ده المنهج ولا تغير بيقى منهج الأخوان المسلمين ولا نحن قليلين أدب قلنا ينعى الأم زولة سع نحن قلنا الكلام ده باطل مش منعون من الكلام نحن ما من نمنعهم أي زول الآن عنده اعتراب على كلامنا ده عنده دليل من القرآن من السنة يجي هدى الماء والكاميرا بنديهم له نحن ما من نمنع زول لكن تقول حق بنقبله تقول باطل بنرد عليك وارجل راجعك بس فضل يا شيخ أبكر وعدك نفتح فرصة له أي زول والله قال نحن حمير لابننبذك لابنرفع نضربك إنما نقول لك الله قال الرسول قال صلى الله عليه وسلم طيب الفرصة مفتوح وفي زول عنده سؤال عنده اعتراض عنده شبهة عنده كلام في الدين كلام قالوا فينا نحن ما عندنا ما أنا أي زول نحن ما زيباق الناس إنهم لا 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 أولا تتكلم لا تتكلم لأن ربنا قال فبشر عباد الذين يستمعون القول أول تسمع ما تمنع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولو الألباب فرصة مفتوحة للحوار للنقاش للمناظرة للسؤال للإعتراض للتأييد للاستفسار كل حال سمه ما شئته فضلوا ما فيه مشكلة في شنو ذاته الناس تخاف منه إنت ما تتكلم وعقدنا اجتماعا عاما عبر الأمانة العامة هذا هوس كله هو في دين يا زول في كتاب وصنة ما في حاجة الأمانة عامة والأمانة خاصة طربيزة ما عند الأمانة عامة بتاع شنو فرصة مفتوحة فضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم نعم طيب كيس في عندك حيض آفة تاني طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك نعم نعم أولا طيب هم قالوا الكلام ده وقالوا أنا كده سبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا انت كافر يعني أنا كافر وتقتل زي ما قال محمد مصاب عبد القادر وقالوا وقالوا طيب قالوا كما جاء لابن تيمية عن ابن تيمية في الصارم المسلول وإنه لا توبة له بسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره طيب قال ابن تيمية في الصارم المسلول الصفحة تقريبا 540 الذي يسب الرسول كافر ويقتل أنا ذاته بقول لي لكن ابن تيمية يتكلم عن السب وما هو السب ده ما سؤال في الصفحة تقريبا 540 من كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم قال والسب بخلاصة كلام ابن تيمية في المسألة دي النقطة دي هو كل ما عرف في عرف الناس أنه سب وزاد الشيخ الألباني قال وأن يكون قائله قاصدا له وأشار ابن تيمية في المجلد أربعة بمجموعة الفتاوى إلى أن السب يقصد الإنسان ذلك يسب النبي صلى الله عليه وسلم طيب نرجع للنقطة الأولى أنا الآن قلت أنت شيخ أبو هريرة واحد جاء قال ليه شيخ أبو هريرة وين قلت له والله هو وزوجته زيدة زي ما قلت أنا أبو هريرة ده أخونا ده قدامنا ده وزوجته كتلوا ملف بالشارع ده هل في عرفنا ده سب أنا سبيت أبو هريرة سبيتك أنا في عرفنا فهمت كلام يمت ولا ما فهمت لا كلام ابن تيمية قال لازم يكون في عرف الناس إنه شنو يا جماعة سب الشغل الباني زاد له إضافة تانية قال يكون قاصد يسب قال إذا كل ما طلع الساكت هو ما قاصدة لا يحاسب بها عند الله أصلا الدليل ما يشغل أدلة مع حماس ومظاهرات وإنه أنا كشفت حالك دار تقتلني هماء ما عضلات أنا كشفت حالك دار تقتلني لا 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 أنت رد عليه بحجة خلاص حجة الكتاب والسنة قال الله تعالى في الكتاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لما تلع رسول الله الآية قال الله تعالى قد فعلت في رواية قال الله تعالى نعم الألباني سدل بحديث قوي جدا من السنة في صحيح مسلم من رواية أنس الرجل الضل راهلت في أرض فلات علي الطعام والشراب لاخره فينا أيس من الحياة والضجعة تعتظل الشجرة لمن شاف أدب جات صحيح لقافه وقراسه فيه الطعام والشراب قال اللهم أنت عبدي أنا بالمعنى وأنا ربك سب ولا ما سب كلمة باطلة الرسول ما قال كافر قال أخطأ من شدة الفرح والخطأ ضد طوالي القصد فطالما هو ما قاصد عذر من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ده إذا كان الكلمة أصلا سب ذاته في إمتى العدت دين ده ده الموضوع وبعد هذا كله تبنا ورجعنا إلى الله عز وجل وبينا ونشرنا وأصلحنا وقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيناوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم محمد نصف عبد القادر لما أنا رفعت تراجع وتوبة قال لي لي أنا كنت معاه والوقت ذات قال لي أنت تتوب سأي كلمة دي ما معروفة كتل بجاي عني مشى بجاي ماسب ودي زوجته ماسب قال لي كده أول ماسب الصحابة قال الصحابة اقتتلوا بالسلطة والصحابة دائرين الدنيا وصحابة رسول الله كان عندهم هوا ماشانا نصحناه تلاتين يوم بننصح فيه ونرجع ننصحناه شيخه بكر دكتور معيز واخونا شيهاب وغيره من الإخوان ننصحوا نرجع ننصحوا نرجع فينها قال ما بتو بياتوا دي عقيدتي الصحابة كان عندهم هوا واختتلوا بالسلطة لمن بيجى يقول كده أصرر ردين علوه ليه لأنه كلن يؤخذ من قوله و يرد الآن من مآخذ أنصار السنة علينا اللي فين بيه في الحلة يقول لك دي الرد على شيخ محمد مصفا طيب ما الإمام مالك قال كلن كلن يؤخذ من قوله و يرد إلا صاحب القبر النبي صلى الله عليه وسلم انت أنصار السنة لسه ما فيه متى السنة وتقول أنصار سنة انت أنصار شنو انت ما فيه متى لسه السنة ذاته كلن يؤخذ من قوله و يرد إلا صاحب القبر الرسول إلا تقول لي أنصار السنة محمد مصفا دا رسول بعدين نكون أخطأنا لأن نردين عليهم لكن طالما ما رسول يرد عليه ولا كرامة لا سيما وبالذات إنه وقع في خطأ كبير وكله زول يخطي لكن قال ما بتوب خش اليوتيوب أحضر باللسانه هو قال ما بتوب ودي عغتي قالت حدبية السعودية كلها يعني الفوزان والفوزان نصحوا من السعودية من هيئة كبار العلماء نبز الفوزان قال الفوزان دا ذاته عنده تكفير شابها كلام مختار البدن شفتا كيف محمد بن هادي المدخلي رد عليه شفتا كيف قال ما تقول لي مدخلي أنا برد على المخرج ذاته قال دا سب على المنهج السلفي أئم العلماء يا أخي ينبزهم ويتأهمون أنه نحن يقول له نبز العلماء يا تعالم يا تعالم نبزناه جيب ليه دا عالم وفلان من العلماء قال دا عالم حنوصفها لهواري غيره جيب ليه فلان من العلماء قال دا العلماء اتحداك ناس حزبيين يدعو إلى الحزبية يا أخي ناس ما بيتكلموا يا أخي واحد يجيبوه مع الإزارك محمد المنتظر الإزارك الصوفي في التلفزيون ماذا يرد عليه دا يقول له بن باز كفر الصحابة آكل كتاب يفتح كده يقول نعم قرأته سبت التوم على بن باز إن بن باز في عنا كفر الصحابة وهو بريء من هذا رحمه الله وتعالى الإمام بن باز شفتك يقول لابن تيمة مدح الصوفية يقول نعم أعرف كذب دا شو نو دا دا العلماء لما نقول كلامهم دا باطل ومنهجهم دا باطل وشغولهم دا حزبية يقول لنا انتو قالي لنا هذا دا الموضوع موضوع دا بيننا زمان وانتهنا منه تعني ما بي كلام وتلقاهم موجود في مال اليوتيوب ومال النت ودا كذب منهم يا اخي الناس دين وهم تلقاهم ذاتهم بيزكوا سيد قطب كلهم شيوكم الكبار ديل يزكوا سيد قطب السب نبي الله موسى ومات هب لحد ما مات دا ما تناغوا وداك سب عديل في صفحة متين من كتاب التصوير الفني في القرآن لسيد قضب شيخ الدكاترة ديل اللي فينا الليلة بتاعنا نصار السنة ديل وشيخ الأخوان المسلمين قال لي نأخذ موسى تنموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج ومات هب لحد ما مات هنفت كلامي فدي دي دي حجتنا يا شيخ بحجة قوية قاطعة لكل من أراد الحق لذول داري تلولو أنا ما بيعديك الكلام تلولو بطريقتك ما أكصدك انتهى بوريرة طيب قال هل هناك فرق بين الرد على صاحب البدعة المصير على بدعته وبين من أخطى ومنهج أهل السنة والجماعة ومن أخطى من تقريبا من منهج أهل السنة والجماعة يعني زول صاحب بدعة وزول من أهل السنة والجماعة أخطى في فرق في الرد بيناتهم الشيخ الفوزان فرق في كتاب الأجو المفيدة على سلية المناهج الجديدة قال صاحب البدعة يرد عليه ويذكر اسمه وكذا لكن قال الزول من أهل السنة إيش أخطى خطأ ولا سيما يعني إذا كان هو فعلا رجل فاضل من أهل السنة قال بين الخطأ وأحيانا تذكر اسمه إذا كان لابد تقول فلان ده أخطأ ده بتاع هل السنة فرق بيناتهم يعني في الرد خلاص لكن ورد في السنة النبوية إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد على ناس باسمهم وقدامهم كده عديل قدام عشيرتهم وقبيلتهم وهلهم وديل من أفاضل الناس منهم خطيب القوم لمن قال ومن يعصيهما فقد غوى قال لبي إس الخطيب أنت قل من يعصي الله ورسوله فقد غوى ورد عليه قدام قبيلته قال لبي إس الخطيب أنت خلاص ده قدامه يعني أي دول عارفه ده يسمونه منه وشايفه وقدامه قدام الناس وأحيانا كان يقول ما باله أقوام ابن تيمية في المجلد 28 من الفتاوى قال ليه أحيانا رسوله يقول ما باله أقوام وأحيانا يرد على الزهول عديل ليه قال إذا كان خطأ الإنسان بينه وبين ربه زنب فإنه تقول ما باله أقوام ما باله أقوام مثلا تقول الآن ما باله أقوام يفعلون الزنا ما تقول فلان ده كان شفته مشهز أنا وعلان ده زنب ده باطل ما صح تقول كده لكن زول طلع المنبر ونشر البدع اطلع المنبر يقول حكام المسلمين طواغيد زي محمد المن إسماعيل ويقول حكام المسلمين صنيعة اليهود ده منهج سيد غطب ده منهج باطل يا شيخ يسألوا من الصوفية يقول الدكلة الآن تسمع بأضانك بأضانك في التلفزيون سأل محمد المن إسماعيل من الصوفية قال نحن والصوفية كتابنا واحد ومرجعنا واحد وسنتنا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة وبالله التوفيق ده كلام باطل ولا ما باطل باطل صوفية بيقولوا وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس يا أخي المرغن هنا بيقول شنو يا أخي بيقول أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط على الغيب إجمالا وتفصيري دوله يقول أنا الله يا أخي البرهاني يقول في شراب الوصل الدوان بتاعه الذي كله شرك وإلحاد وكفر يقول أجود أنا دماء الله يقول عن نفسه كده أجود على أم لترحم طفلها فرحمة من في الكون من بعض رحمتي جبريل عزراء ميكال إسراف جنودي في التصريف هم تحت إمرتي ناس بالدعوة الألوهية بالدعوة الألوهية عديل تيجي دقول كتابنا واحد وقبلتنا واحدة والله يكذاب يا محمد ألمين إسماعيل والله يكذاب لكن الحاجز يديا صار السلنا ما بيقدر يقولوها كأنه جريب من المريد الدرويش الصوفي قال لو اتكلمت موش هو يتكلم في شيخه لو اتكلمت في شيخه جنبه الليلة بتقع فينا صاقعة واحدين كتار عندهم دقون تقول له محمد ألمين إسماعيل على باطل ينطفه ويجي نازل تحت ويعرج ويعضي لسانه وممكن تجيو كوهما بتاع السكر في ناس زيديل برضو قريب منهم في هوا الزيديل حاصل يا ناس وده لابد يعالج وزاة ربنا ما أكلفك تبقى جماعة فلان وحزي فلان ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم لأن تفريقات الدين ما من صفات المسلمين من صفات المشركين كل حزب بما لديهم فرحون ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم ده انصار سنة وانصار سنة كم؟ أربعة حس بيقوا خمسة لأنه كان الإصلاح جنح بزيت والمركز العام جنح الهدية ديل اتنين والصافية جنح مختار البدري كده تلاتة وجمعية الكتاب والسنة كده أربعة بيقوا خمسة لأنه الجمعية الآن جسمت اتنين بيقى الجمعية الوابلة الصيب وجمعية ما بعرف عشنه بيقوا خمسة يا تصح كذب الره أنت ما تزعل والله يلا قلنا ينع الأمهم يلا ينع الأبهم قلنا؟ ما قلنا وريني يا تصح وما بتقدر تغني عنه ده الواحد لو واحد كان يتفقوا ولو اختلفوا فيه دنيا وكان لماهم دين دي ذاتها مصيبة لأنه قدموا الدنيا يكون معناته كده كلامك انت قدموا الدنيا على الدين وإلا ما كانت فرقوا فيه دنيا لأوا بقوا لماهم دين هذه تحلها كيف؟ سؤال كده بس سؤال ده غارة لباطلة عندهم وكلها كان نازل بيقوا مع الصوفية سمنة على عسل مع باصة ذاته هس الجامعة ده ممكن صوفي يجي تكلم لكن أنا ما ممكن يتكلم واحد قال ليه قبل كده كان فيه عقد تاع جماعة جا مدحوا مدح الختمية صح واحد جزاء الله خير قفل المايك لكن مدحوا لما ننتوه وأنا ما جيت مدحتها ده رجول الله واحد والبرع ما قال له ما تتكلم دي ما حزبية؟ أسألكم بله الحزبية دي كيف؟ الحزبية دي كيف يا ناس؟ الحزبية كيف؟ الحزبية كيف؟ البيت ده صوفي عندنا في اللاماب شيخ طريقة عديل بأصل للشرك وقال الله ما بالسماء ذاته وابو حنيفة قال من أنكر أن الله في السماء فقد كفر المهم جا تكلم يوم درس العدس وهو دي وسائق عن العدس اللي هو دائرة شفتها كيف؟ جا تكلم فيه درس العدس العدس قاعد زي قاعدة دي فيه مصلايته صلى العيش بعد درسه يوم درسه ذاته الصوفي ده قام يتكلم وقال الله ما بالسماء واتحد أي زول عدسي قاعد الناس قالوا الدكتور عدسي حيرد الصوفي طلع بأي جاية والعدسي بأي جاية هل تقول متفقين؟ بكرة الصبح منتظرين عدسي الدكتور فضيلة الدكتور يرد ما رد ما دافع عن ربنا بعد بكرة ما رد شفتها كلام ده كيف؟ قمت أنا جيت ردد بعد يوم أو يومين الصوفي أول ما شافني قام فورت طلع من الجامع ساق ولده وطلع شفتها كيف؟ تكلمنا تمام ردينا علىه باسمه ذاته ولده ياط ردينا على ولده ذاته قلنا لهم الله في السماء ربنا قال أأمنتم ما في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر موضوع انتهى شفتها كيف؟ جاء أخونا على همة سلفي حافظ لكتاب الله دعية توحيد نحسبه على الله ولا يزكع الله يقعد في يوم العدسي في مسجد العدسي اتكلم عن المرغانية عن الكلامة في الكتب دي عن الختمية الصوفية ما وقفوه منعوا العدسي ونهروا وقلع منه المايك وقال دي الشباب فتنع وما رد على الصوف البيتي دكتور أولا تتكلم فيه بانفخك تقع فيك صاقعة كأن لسان حال بك كده الليلة انت بطريقتك يا زول والله الباطل باطل والحق حق ليهلك من هلك عن بينا ويحيا من حي عن بينا ولا يجوز لك أن تنتمي الآن إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى طائفة إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين شيئين ما إن تمستتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة انتهى انتهى ما في حاجة تاني كفاية جدا في سؤال يا جماعة فضل الشيخ بكر وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان